كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 عن نتائج إطار التعاون الدولي وتمويل الإنمائية فيما يتعلق بشركات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية أشار التقرير لأن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال عام الماضي بلغت نحو مليار وخمسمائة وستين مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2021-2020 من شركاء التنمية تبلغ نحو أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار